اشتركوا في القناة وايضا نبذى عن العلاج الكيميائي لمرضى السرطان والأبرام باعتباره احد اهم المراكز السرطان المتخصصة والشاملة في المنطقة فاننا ملتزمون بالعمل على الوقاية من السرطان وعلاجه واجراء الابحاث المتعلقة به يقدم مركز هوريزون بمستشفى بمراد الدولي نهج متخصص به العديد من التخصصات في مجال تشخيص وعلاج السرطان مع وجود فريق من الخبراء يضم اخصائيين في الاورام واخصائيين في الاشعة واخصائيين في امراض الدم كما يقوم باجراء مزيد من التعاون لتوفير افضل نوعيا للحياة للمرضى يزورنا كل عام في منشآت مركز هوريزون اكثر من تسع وعشرين الف مريض من جميع انحاء العالم لتلقي العلاج وايجاد حلول لمرض السرطان مع وجود ما يزيد عن ثلاثين من طواقم العمل وسبع وعشرين من الاطباء اصحاب التخصصات الرفيعة معظمهم اعضاء في المجلس الامريكي لطب الاورام بامكان المرضى التركيز على العيش حياة اكمل وهم على علم انهم في ايدي امينة من اهم الامراض التي يمكن علاجها في مركز هوريزون سرطان الدم سرطان الثدي سرطان القولون سرطان عنق الرحم سرطان القناة الصفراوية سرطان المريء سرطان الكبد سرطان الرئة سرطان المبيض سرطان المعدة سرطان البروستات وسرطان العظام وسرطان الاطفال يقدم مركز هوريزون للسرطان التابع لمستجفى بمرادة دولي الرعاية وخطة العلاج مع التركيز على تقديم رعاية متعددة التخصصات وضمان اعلى فائدة لمرضانة يتكون فريقا الطبي من اخصائيين في العديد من المجالات المختلفة والمهنيين الطبيين دول خبرة في مجال السرطان على النحو الثالي أطباء ويوجد أخصائيين أورام وأخصائيين في الدم والأورام أخصائيين في نخاع العظام أخصائيين أورام جراحية أخصائيين أورام في الجهاز التناصلي أخصائيين أمراض الدم والأورام لدى الأطفال أخصائيين نخاع العظام الأطفال أخصائيين أورام الإشعاعي أخصائيين في الأشعة التشخيصية أخصائيين في علم الأمراض أخصائيين تخدير وأخصائيين في المهنة الطبية يوجد منهم منصقة ممرضة سريرية لمركز هوريزون للسرطان وصيدل المتخصص في السرطان والعلاج الكيميائي وفيزياء الطبي وفن الأشعة وأخصائي التغذية والآن سوف نقدم النبذة على العلاج الكيميائي لمرضة السرطان والأورام يشير العلاج الكيميائي لدور الأدوية في محاولة تدمير أو إيقاف تطور وانتشار الخلايا السرطانية في الجسم ويمكن تلخيص أهداف العلاج فيما يلي علاج السرطان ومنع عودته السيطرة على المرض عن طريق تقليل حجم الأورام أو منعها من النمو والانتشار إلى أجزاء أخرى في الجسم تخفيف الأعراض لدى الأمرضة الذين انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى في عيسامهم لتحسين نوعية حياتهم وتعاملهم مع السرطان هناك آثار جانبية لهذا النوع من العلاج وذلك لأن العلاج الكيميائي لا يؤثر فقط على الخلايا السرطانية في الجسم ولكن أيضا على الخلايا الطبيعية ووظائف الأعضاء الأخرى ومن هذه الآثار أعراض مثل الغثيان والتقيؤ وتقرحات الفم وفقدان الشهية والخطر الذي يتعرض له جهاز المناعة والإسهال وتساقط الشعر وقد تكون هذه الآثار الجانبية متوسطة أو شديدة وذلك اعتمادا على نوع الأدوية المستخدمة والوضع الصحي العام للمريض بالإضافة إلى استعداد المريض النفسي يمكن إعطاء أدوية العلاج الكيميائي للمريض بطرق كثيرة ومختلفة بما في ذلك العلاج الكيميائي عن طريق الفم أن بعض أدوية العلاج الكيميائي لا يمكن أن تأخذ عن طريق الفم وذلك لأن الجهاز الهضمي غير قادر على امتصاص الدواء بكفاءة أو أنها قد تكون مزعجة جدا للجهاز الهضمي بما تسبب الغثيان والتقيؤ أو الإسهال العلاج الكيميائي عن طريق الوريد وهذه الطريقة هي الأكثر استخداما لأنها تسمح بانتشار الدواء داخل الجسم بشكل أسرع العلاج الكيميائي عن طريق العضلة لا تعتبر هذه الطريقة من العلاج شائعة الاستخدام لأنها طريقة مزعجة للمريض وتسبب تلف للجلد والعضلات قد يطلق المريض أدوية العلاج الكيميائي عن طريق المزء بين أكثر من طريقة واحدة وقد يضطر إلى القيامة بتلك العملية لمدة يوم واحد أو عدة أيام على التوالي أو مرة واحدة في الأسبوع إن طبيب الأورام هو من سيحدد الجرعة والجدول الزمني للعلاج الكيميائي المناسبين لنوع السرطان وسحط المريض العامة اختيار أدوية العلاج الكيميائي إن اختيار العلاج الكيميائي صحيح والمناسب في النوع والكمية والمدة التي يجب أن يؤخذ فيها مهم جدا بالنسبة لنجاح وكفاءة علاج السرطان وبما أن أدوية العلاج الكيميائي تعتبر خطيرة فبالمقابل يمكن أن يسبب استخدام كميات مفرطة منها آثار جانبية خطيرة أيضا ولكن في نفس الوقت إذا تم إعطاء القليل جدا منها فقد لا تدمر الخلايا السرطانية لذلك فعل طبيب الأورام أن يأخذ في نظر الاعتبار عدد من العوامل عند اختياره تركيبة العلاج الكيميائي منها نوع السرطان والمرحلة التي وصل إليها وصحة المريض العامة وأي أمراض أخرى قد يعاني منها المريض وإذا كان المريض قد خضع للعلاج من السرطان في الماضي إن وجد بالإضافة إلى الآثار الجانبية وتفاعلات التي قد تحصل بين أدوية العلاج الكيميائي المستخدمة معا وقد يتلقى المريض نوع واحد من الدواء فقط لمرة واحدة أو مزيج من أدوية متعددة ما العلم أن استخدام أدوية متعددة يعتبر أكثر فعالية من استخدام دواء واحد فقط في المرة الواحدة مدة العلاج الكيميائي إن مدة العلاج تعتمد على نوع السرطان ومرحلة المرض ومدى استجابة المريض للعقاقير وعادة ما تعطي أدوية العلاج الكيميائي كجرعة بمدة تتراوح بين يوم إلى خمسة أيام لكل جرعة وغالبا ما تكون فترات الجرعات متباعدة حيث تفصل فترة ثلاثة إلى أربع أسابيع بين جرعة أخرى وكمعدل يتلقى المريض من 6 إلى 8 جرعات من العلاج الكيميائي وذلك اعتمادا على خطة العلاج الموضوعة من قبل طبيب الأورام وللحصول على أفضل النتائج ولضمان فعالية العلاج فيفضل أن يحرص المريض على الحفاظ في مواعيد العلاج الكيميائي المقررة له الاستعداد للعلاج الكيميائي تناول الأطعم المتنوعة ضمن المجموعات الغدائية الخمس الحصول على قصط كاف من الراحة مع أخذ قيلولة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين بعد أخذ الجرعة ضرورة إبلاغ الطبيب مسبقا إذا كان المريض يعاني من أي حالات صحية أخرى مثل أمراض القلب والسكر والزفاع ضغط الدم أو غيرها من الحالات التي تتطلب استخدام الأدوية بانتظام تهيئة المريض نفسيا ومعنويا للعلاج وذلك عن طريق الحد من التوتر والقلب العناية الذاتية أثناء الخضوع للعلاج الكيميائي ملاحظة الجلد حول منطقة الحقن فإذا كانت المنطقة مؤلمة ومتورمة أو حمراء أو إذا كنت تشعر بأن الدواء تسرب من مجرى الدم فعليك بإبلاغ الممرضة على الفور شرب الكثير من الماء للتخلص من الأدوية عن طريق البول ضرورة إبلاغ الممرضة في حال شعورك بالغثيان أو التقيق نحن هنا لخدمتكم وتسهيل أموركم نشكركم على حسن استماعكم لنا نتمنى لكم جميعا الصحة والسلامة من الأوراق أستودعكم الله وفي أمان الله معكم حسين أحمد مدير قسم التصويق الدولي والعربي مستجفى أمورات الدولي في تايلان